أهلا بكم الساعات الماضية خرج علينا الإعلامي محمد الباز وهو بيقول أن الممثل القدير عاد الإمام سيدخل الجنة بغير حساب طبعا الأمنيات والدعاء لا بأس به فنحن نتمنى للأستاذ عاد الإمام ولغيره من كل المسلمين سواء كان طائعا فيما يبدو لنا أو كان قد ارتكب بعض المعصية أو غير ذلك نتمنى للجميع ونتمنى لأنفسنا أن ندخل الجنة ونتمنى للجميع أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم وأن يرزقهم حسن الخاتمة لكن الإشكال في إيه فإنك تحكم على معين تقول فلان ده من أهل الجنة أو فلان ده من أهل النار أو فلان ده هيدخل الجنة من غير حساب وفلان ده هيدخل النار الحكم على معين حتى ولو كان إنسان صالح الحكم على معين حتى ولو كان إنسان عابد صالح ما بيسيبش في السجادة ماينفعش ماينفعش تقول فلان ده من أهل الجنة ولو كان برضو إنسان عاصي مرتكب للكبائر ماينفعش تقول فلان ده من أهل النار فالحكم على معين لا يجوز ولذلك الموضوع دواتنا بنقول عليه التألي على الله روى الإمام مسلم رحمه الله أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان والله سبحانه وتعالى غضب من هذا القول فقال من ذا الذي يتألى علي من اللي يقول أنا أغفر ولا مغفرش من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك وعندنا أرض قصة أخرى لما توفي أبو السائب عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت بجواره أم العلا فقالت رحمك الله أو قالت رحمة الله عليك أبو السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله أكرمه يعني النبي زعل إنها شهدت له بالجنة أو قالت هو من أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما عثمان فقد جاءه اليقين وأرجو له الخير وإني لأرجو له الخير ووالله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولذلك نحن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الحكم على معين بدخول الجنة أو بدخول النار ولكننا نتمنى للجميع وندعو للجميع أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم جنة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزقهم جميعا حسن الخاتمة وأن يلحقنا جميعا بالصالحين يزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر